طائرة الرئاسة اليمنية تحط رحالها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى متنها الرئيس هادي وفيما يبدو ان مغادرته الرياض تختلف هذه المرة الى حد كبير اذا ما تعلق الامر بالتحركات العسكرية في المنطقة الرابعة والحديث عن وصول معدات عسكرية الى عدن على الصعيد السياسي يحمل اصول الرئيس هادي الى عدن العديد من الدلالات المتعلقة بالمشاورات من بينها ان الرئاسة اليمنية ابلغت المبعوث الاممي ولد الشيخ ان بامكانه لقاء الرئيس هادي في عدن متابعون يرجحون ان عودة الرئيس الى عدن قد تكون لتحاشي الضغوط الاقليمية والدولية اضافة الى تطبيع الحياة السياسية في عدن والعودة الكاملة للهيئات العليا للدولة تتجه الانظار الى ما يدور في تعز على الصعيد العسكري خصوصا بعد التغييرات التي اجراها الرئيس هادي في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وربطها بتوقع ان تأتي في طريق اسناد عملية تحرير محافظة تعز ومواجهة تحشيد ميليشيا الانقلاب اليها في البيان الرئاسي سيعمل هادي الاطلاع على اوضاع المدينة واحتياجات ابنائها على مختلف المستويات الخدمية والمعيشية والامنية وسيلتقي بالفعاليات الاجتماعية والوطنية والسلطات المحلية والعسكرية والامنية في عدن والمحافظات المجاورة لها يربط الكثير من المراقبين بين زيارة هادي والاعلان عن وصول معدات عسكرية ووحدات من الجيش تم تدريبها خلال الفترة الماضية وهو ما قد يشير لاحتمالية الاعلان عن تدشين عملية عسكرية كبرى تعزز من تواجد الجيش الوطني والتخفيف من معاناة ابناء المحافظة القابعة تحت عذابات الميليشيا منذ عامين بعيدا عن كل ذلك ستكشف الايام القليلة القادمة عن طبيعة الزيارة وعن استراتيجية الرئيس هادي والحكومة في مواجهة الضغوط الدولية ومدى كفاءتها في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية الكبرى